وحدة من الأسئلة اللي احنا بنسألها بيقول ايه ازاي أخونا العابر للمسيح الجديد يواجه خطر الموت وإنه أنكر الإسلام هسأل سؤال من هو المسلم بالنص القرآني؟ من هو المسلم بالنص القرآني؟ في عندي كم آية قرآنية اسمح لأجرهم لك يا أخ نزار أول واحدة بيتكلم عن إبراهيم في سورة آل عمران 67 بيقول ايه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفة مسلما وما كان من المشركين إبراهيم كان مسلم إبراهيم بيوصي أبناؤه ويعقوب بالزاد بالإسلام يقول له ايه؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوبه يا بنية إن الله اصطفى لكم الدينة فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون البقرة 132 يعقوب بيوصي أبناؤه بالإسلام أم كنتم شهداء إذ حصر يعقوب الموت يعني الموت هو اللي حصر يعقوب حصر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون طيب يوسف كان مسلم في سورة يوسف دي كان في البقرة 2 البقرة 133 سورة يوسف 12 101 بتقول إيه؟ ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ده يوسف يعني غريب وأنت بتقرأ أنا ذهني راح للعادات اليهودية إن هاي الكلمات موجودة في التقليد اليهودي لكن بوصي على يعني يكمل بنفس المصار الإيمان بالله الواحد فبس يعني ده هيدخلنا بقى في أنه لا أنا تذكرت لأنه نعارف عن الخلفية اليهودية فإنه كانت فعلا ترديدات من إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف كله بس يوصي أو لأنه يوصي بيته من بعده أيوة بالكتب بس بالتقليد أنا بتكلم أنا بتكلم على التقليد شو بيقول عن إبراهيم وإسحاق ما عشان هو الإسلام تأثر باليهودية أكيد أكيد وتأثر بالثقافة بالتقليد اليهودي بالتقليد بالزعب بالعكس القرآن بيقولك أنه آدم كان مسلم وأنه تلميذ المسيح كان مسلمين في آل عمران برضو سبع واثنين وخمسين بيقول إيه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون أو مفروض ونشهد بأننا مسلمون المسلمين اللي بكتبولنا وبهجمونا وكذا بناء على هذه الآيات اللي أصلا موجودة كانت قبلا ده صحيح بالتقاليد اليهودي فبيخلق عقدة خوف بالضبط في الشخص اللي بيعبر للمسيح بالضبط عشان كده هذا العابر يقوله أنا مرتدتش عن إسلام إذا إبراهيم كان مسلم ويعقوب مسلم وتلاميذ المسيح أنا تلميذ من تلاميذ المسيح